مع ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا يوميا رفعت الحكومة التونسية من اجراءاتها الوقائية لمواجهة هذا الوباء الاجراءات شملت اعلان حظر التجول واقفال جميع الحدود اضافة الى اغلاق المقاهي مساء ومنع تجمعات وغيرها من الاجراءات وتأتي وسط مخاوف من تفاشي الفيروس بشكل اكبر في البلاد من الساعة السادسة مساء الى الساعة السادسة صباحا وقد تم الاصدار الامر اليوم الى قواتنا المسلحة العسكرية والى قوات الامن الداخلي بالقيام بدوريات مشتركة تونس في حالة حرب ضد وباء كورونا المستجد بحسب رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي دعى التونسيين الى ان يعوا خطورة الوضع الى دعم جهود الدولة لتخطي هذه الازمة نحن في حالة حرب ضد هذا العدو ولكن مطلوب الارتفاع بمستوى الوعي الشعبي بهذا الخطر ورفع مستوى المواطن بهذا الوعي ومشاركة المشاركة الحقيقية كلية التب والهندسة في تونس اطلقت تحديا مشتركا لصنع اجهزة تنفس استناعي خلال اسبوعين في وقت تفتقر فيه اغلب المؤسسات الصحية الى هذه التجهزات كما التحقى طلاب كلية التب بالمستشفيات العمومية لتقديم الدعم والمساعدة التسدي لخطر انتشار الكورونا لن يكون باجراءات الدولة وحدها فجدية المواطن ووعي الخطر الدهم سيكون لهما دور اساسي في تجاوز الازمة وتقليص الخسائر سميح البغانمي تونس الميادين